لخصت ودارة دفاع روسيا يوم الاثنين الماضي حملة مقصفها في سوريا في الآيام الثلاثة الماضية قائلة إنها دمرت خمسمائة وستة وخمسين هدفا إرهابية في الآيام الثلاثة المنصرمة منذ يوم الجمعة الماضي أرسلت القوات جوية روسيا مئة واربعة وستين مقاتلة ودمرت خمسمائة وستة وخمسين حدفا إرهابية في محافظات حرب وإدريب ولاذيقية وحمى وهمس ودماشك وديرزور ورقة قال سيرجي روتسكوين القوات الحكومية السورية تواصل شنها جماتها ضد جماعة تنظيم الدولة الإسلامية وقد حققت تقدما في حلب واللاذيقية ودماشك مدعومة بالقوات الجوية الروسية وسجلت القوات الحكومية السورية تقدما إلى معقل تنظيم الدولة الإسلامية في الرقة وتشن هجمات في ضواحي دمشق بشرق الغوطة هذا وقد بدأت روسيا حملتها الجوية في سوريا منذ ثلاث من سبتمبر الماضي باستخدام المقاتلات في إحدى القواعد الجوية الواقعة في محافظة اللاذقية الساحلية السورية كما تشارك في الحملة سفنها الحربية والقذائف الطويلة المدى من قواعدها بروسيا